بيبدأ فيلمنا بأجواء شيطانية وحاجات ما تطمنش خالص في شمال مدينة نيويورك تحديدا يعني سنة 1974 فإز ما كان سام طالع مع عيلته رحلة شتوية لبيت جده وكلهم أمل إنهم يقضوا وقت جميل والأجازة تعدي على خير بس عامة ده مش بيحصل والبداية كانت غريبة جدا عندك مثلا سام فضل يلعب باللعبة بتاعته وبين عليه كده إنه مش مبسوط منها فبيجي أخوه الكبير علشان يدايقه ياخدها منه وما اكتفاش بكده لإن ده كمان فضل يتنمر عليه ويزخر منه وهنا أبوه بيدخل بس مش علشان ينصر سام بالعكس ده كانبان قوي إنه بيفضل ابنه الكبير عن سام وكمان مش عامل أي تقدير لوجوده ولو بنسبة بسيطة ساعتها سام تجرأ حبتين وأخد اللعبة من أخوه الكبير بس الكلام ده بعد ما بتكون تحولت وظهر عليها رموز وطلاصم غريبة وحاجات بنسبة كبيرة ما تطمنش خالص وبلمسة مفاجأة سام بيلاقي أخوه وأبوه اختفه ده غير إزاز العربية اللي تجمع حواليه كمية ضباب رهيبة وتقريبا كده اللعبة فيها لعنة سحرية ساعتها سام كان لازم يتصرف ولو بشكل مؤقت وبصعوبة جدا فتح باب العربية وكله أمل إنه يفهم إيه اللي بيحصل بالزبط فبيلاقي نفسه فجأة في مكان مهجور متلغم تلاصم ورموز مخيفة وهناك بيتقابل مع الساحر الأعظم وده راجل عجوز جدا ملامح الزمن قدرت تسيطر عليه وتطعف قوته وبرغم كل ده قرر يحمي العالم من الأشرار السبعة اللي كانوا موجودين في نفس الكهفة على هيئة تماثيل وسام بيعرف إن الساحر عنده قوة رهيبة بس لازم يديها لشخص روحه طيبة بحيث يستغلها كويس جدا في حماية العالم من قوة الشر بس قبل ما ده يحصل التماثيل بتوسوس في دماغ سام وبتغري إنه ياخدوا البلورة السحرية اللي كانت موجودة في المكان وهنا الراجل العجوز بيتعصب من سام لأنه خسر في الاختبار والأشرار عرفوا يضحكوا عليه بعدها بكل قوته بيدرب الأرض بالعصايا بتاعته فبيرجع سام مرة تانية لأهله وبيفضل يصرخ وبيطلب منهم يرجع للكهف مرة تانية وكمان كان في حالة صعبة جدا صعب إن أي حد طبيعي يتحملها وبسبب كده العربية كانت هتتقلب بيهم وخلاص كانوا على وشك يعملوا حدثة ويموتوا كلهم بس أبو سام بالعافية قدر يسيطر عليها وعرف يوقفها في الوقت المناسب وفضل يزعق له على الجنان اللي حصل منه بس ما يعرفش الكارسة الكبيرة اللي مستنياه وهي إن في عربية تانية هم مش واخدين بالهم منها بتغبط فيهم بسرعة رهيبة وبتتربق فوق دماغهم في الوقت ده أبو سام ما بيقدرش يتحرك وتقريبا كده كان على وشك إن يفقد حياته لأنهم ما كانوش عارفين يتصرفوا معاوي فوقوه بننتقل بقى بلمسة فانتازيا لعالم تاني موازي مع الساحر الأعظم اللي خلاص فقد آخر أمل إنه يلاقي روح طيبة يديها قوته فبيصرخ بأعلى صوته بتعويزة سحرية وكان كله أمل إن الأمور تتغير وفي المستقبل بنرجع للعالم بتاعنا مع شخص اسمه بيلي وكان بيتكلم مع الشرطة وبيكبرهم يدخلوا المكان ده بعد ما قالوهم إن في مجموعة حرامية هناك ولازم يسيطروا عليهم في أسرع وقت بس دي كانت خطة صيعة من بيلي علشان يقفل الباب عليهم ويقدر يركب العربية بتاعتهم وقبل ما نظلمه لازم نعرف إنه مضطر يعمل كده علشان يجمع معلومات عن أمه اللي تاه منها وهو صغير ويقين الحد دلوقتي ما كانش عارف يوصل لها بس بالصدفة بيقدر يعرف عنها معلومات بسيطة فبيتحرك بكل سرعته على المكان اللي مستحيل ينساه وهو نفس المكان اللي تاه فيه عن أمه واتحرم منها طول السنين اللي فاتت دي كلها ولما بيفتكر يوم الحدثة بتصعب عليه نفسه والدمعة كانت هتفر من عينيه وافتكر لما أمه اديت له بوصلة وقالت له إن كده في أمان وفي أي وقت يقدر يرجع البيت من خلالها بس السوق الحظ وهو ماشي معاها بيتخبط في شخصه والبوصلة بتقع منه ولما حاول يدور عليها كان خلاص تاه عن أمه اللي مقدرتش توصله تاني وبتلاقي واحدة ستة تانية وبتعرف إنه تايه فبتسلمه للشرطة وبيلي كان حزين جدا وهو بيفتكر أصعب لحظات حياته بس لما عرف كم معلومة عن مكان احتمال كبير يلاقي أمه فيه بيوصل عنده وبيخبط على الباب بتفتح له واحدة ستة وقبل ما تنطق نص كلمة سام بيسيبها وبيمشي لأن والدته كانت بشرتها بيضة وأكيد مش هي الستة دي في الوقت ده بتحضر للمكان عربية شرطة علشان يقبضوا على بيلي وبنعرف إنه هربان من دار أيتام ومش أول مرة يعملها ومتقدم فيه بلاغات كتير وموظفة الشؤون الاجتماعية بتحاول تساعد بيلي يوصل لدار أيتام تانية علشان ترعاه وتحافظ عليه خصوصا بعد ما بتعرف إنه طول السنين اللي فاتت كان مضطر يهرب وكله أمل إنه يلاقي أمه بس حاليا الأمور بتتحسن ولو بناسبة بسيطة خصوصا بعد ما بتوصل للمكان عيلة كبيرة مكونة من زوجين فيكتور وروزا وكانوا طالبين يتبنوا بيلي وقربوا منه كويس جدا وتمنون هم كمان قبل كده وهم صغيرين كانوا في دار أيتام وحاسين بالحالة اللي هم فيها وبعد وقت قليل بيوصل بيلي معاهم للبيت بتاعهم وكمان بيبدأ يتعرف على أخواته التانين عندك مثلا يوجين مهووز جدا بالألعاب الإلكترونية ومستحيل يتخلى عنها وأخته الزغيرة دارلا اللي فرحت جدا من قلبها لما شافت بيلي أخوها الجديد والبنت الأخيرة ماري وتعتبر أكبر واحدة فيهم وسام بيطلع قدته واللي هيقعد معاه فيها شخص اسمه فريدي اللي معداش وقت كبير إلا وبقى أصدقاء جدا وبدأ فريدي يحب بيلي أكتر وأكتر ويعرفه على ألعاب الخارقين بتاعته وسوبرمان والرصاصة اللي اتضربت عليه وحاجات كتير تانية مفيش داعي إننا نقولها ومع أول مرة بيلي بيدخل فيها حمام بيته الجديد بيرمي الورقة والمعلومات اللي كان مجمعها علشان يعرف مكان أمه وتقريبا كده فقد الأمل إن ده ممكن يحصل في يوم من الأيام لأن كل الظروف بتكون عكس كده تماما وتاني يوم بيروح بيلي مع عائلته للمدرسة الجديدة وأجواء كتير تانية أكيد هتكون أحسن بكتير من دار الأيام اللي كان فيها طول الفترة اللي فاتت وأخته دارلا كانت عايزة تعرفه كل الأماكن الموجودة لأنها كانت بتحبه جدا بس الغريب في الموضوع هو المدرسة لن؟ لأن طبيعة شغلها مخيفة جدا لأنها بتعمل محادثات مع ناس اتعرضوا لنفس رحلة سام والأجواء السحرية اللي حصلت في أول الفيلم وبنتخض كلنا لما بنعرف إن سام هو المسؤول عن المشروع ده بس بعد مكابر واتدمرت حياته وبقى بالشكل ده وكمان قدر يعرف من تجربة البنت اللي بدرسوها إن الساعة بتاعتها متلغمة طلاصم ورموز نفس شكل اللعبة اللي كانت معاه يوم الحدثة وهو صغير وده طبعا كان مجننه على الآخر بعد أكتر من تجربة وعملية التواصل مع ناس كتير أخيرا لقى طرف خيط يمشي عليه وهو أن يجمع معلومات الساعة دي ويكتبها بالترتيب على باب المكتب بتاعه وهنا دكتور لين بتصخر منه وبتقول إن الحاجات دي ملهاش أي معنى وبتغبط بكل قوتها على الحاجات دي وأول ما بتعمل كده جسمها بيتبخر وبتختفي بسرعة رهيبة وكمان الباب بيفتح لسام اللي ما كانش قدامه حل غير إنه يدخل فبيلاقي نفسه موجود في نفس الكهف الغريب وبيتقابل مع الساحر الأعظم للمرة التانية من سنين كتيرة ولما بيحس بحاجات غريبة من ناحيته ساعتها بيتأكد إن ده نفس الطفل اللي دخل الكهف في الماضي وبعد ما فشل في اختبار حسن نيته جايب نفسه يسرق القوى الشريرة ويدمر العالم وده حرفيا اللي حصل لإن سام قدر يحرك البلورة السحرية من مكانها ويستفز الساحر اللي حاول يوقفه بس للأسف ما عرفش وساعتها أرواح الشر بتدخل جول باللورة وبيتجمعه في عينه اليمين وده معناه خراب ودمار كبير للعالم كله علشان كده قبل ما يمشي الساحر استخدم العصايا وحاول يمنعه بس قوته كانت ضعيفة جدا وملهاش أي تأثير وبنرجع للعالم بتاعنا مرة تانية مع بيلي وهو مروح مع بيات عيلته بعد ما خلصوا المدرسة بس السوق حظهم بتوصل عربية للمكان علشان تغبط فريدي والموضوع ما بيخلصش لحد هنا ده كمان بينزل منها اتنين وبيفضلوا يضربوا فيه ودر لو ماري مفيش قدامهم حاجة يعملوها غير انهم يتحايلوا عليهم علشان يسيبوه أما بيلي فما قدرش يشوف منظر زي ده علشان كده بدأ يضرب فيهم واللي يحصل يحصل بقى وهم كمان تلموا عليه لانهم بصراحة كانوا كتير ولان الجار ينص الجدعانة فبيقرر يهرب منهم ولو بشكل مؤكد وبسعوبة جدا وعلى آخر لحظة قدر يركب القطر والباب بتاعه بيتقفل ومعاه بتحصل مراسم شيطانية في المكان وكل ركاب القطر بيختفوا وبتظهر علامات وكمية ضباب رهيبة بتتجمع حوالين الشبابيك زي بالزبط ما حصل مع سام في أول الفيلم بس المرة دي بيلي بيجمد قلبه فلما الباب بيفتح وبينزل لكهف مهجور تقريبا وبيتقابل مع الساحر الأعظم اللي بيحكيله عن طبيعة المكان المرعب ده وان من سنين كتيرة في الماضي ظهر تروح ساحر عظيم اسمه شزام هو وستة أرواح مختلفة وقراروا ينقلوا طاقتهم لحد من البشر ويستغل لها صحة ويحمي العالم بس الشخص ده طلع خاين واستغل لها غلط ودمر العالم وما فيش حل غير قوة شزام تروح لحد مختلف علشان يقضي على الشر وينقذ البشرية من كوارث كتير على وشك انها تحصل ولان بيلي مش فاهم حاجة فالساحر بيستغل الفرصة وبيزرع جوا بيلي قوة شزام وبيخليه يمسك العصايا ويقول الاسم بأعلى صوت عنده ولما بيعمل كده بيتحول بيلي البطل خارق والساحر بيموت وبيتحول لطراب أما بيلي فبشكله الجديد بيكون لافت للأنظار في العالم بتاعنا وكل الناس مستغربين لبسه والحالة اللي هو فيها والمشكلة ان أهله قلقانين عليه جدا لانه أول مرة يتأخر عليهم وكمان كانوا شكين انه هرب كالعادة علشان يدور على أمه وبعد فترة مش كبيرة بيلي بيوصل عند شباك قدته وأول ما فريدي بيشوفه بيكون عاوز يصرخ بس بيلي بيمنعه وحاول بكل طاقته يفهمه اللي حصل معاه والوضع الجديد بتاعه وكمان بيطلب منه يتقابله في وقت متأخر من الليل وفريدي برغم انه خايف بس بيلي أو شزام بقى بالاسم الجديد قدر يعرفه الحقيقة وكمان بيستعرض جزء من القوة الرهيبة اللي عنده بس الحاجة الوحيدة اللي ما كانش بيعرف يعملها هو انه يتير بس عنده سرعة رهيبة جدا وده بنشوفه حرفيا لما راح ينقذ واحدة كانت بتصرخ والمفاجأة ان هي اللي كانت غلطانة ومستقوية على جزءها اكمل انه عبيت يعني وكمان لما بتشوف قوته بتترعب جدا وبتديله فلوس وبتطلب منه وهي خايفة يبعد عنها ويسيبها ويمشي وبرغم انه مش محتاج لكنه بيوافق فبياخد فريدي معاه لسوبر ماركت علشان يشتروا شوية حاجات فبيطب عليهم اتنين حرامية جايين يسرقوا المكان ولما بيلي بيزعق معاهم بيتضرب عليه رصاصة في صدره بس مش بتأثر فيه نهائي بالعكس ده بيطلب من فريدي يصوروا فيديو وهو بيستعرض المهارات بتاعته بعدها بيرجعوا مع بعض للبيت وبيستخبوا علشان فيكتور وروزا ما يشوفوش بيلي وهو في حالة شزام بس البخت عارف صحابه فغزب عنهم بيطلع منهم صوت ولما فيكتور وروزا بيسمعوه فبيروحوا يشوفوا اللي بيحصل بس فريدي بيقول لهم مفيش داعي للقلق وانه اخيرا لقى بيلي بس هم تعبنين شوية ومحتاجين يناموا بس روزا بتشك في الموضوع وبتروح تتأكد بنفسها وساعتها بيلي بيتطر يدخل قودة دارلة الى اول ما بتشوفه بتتصدم جدا فبيحاول يقنعها انه اخوها حبيبها واشرح لها كل اللي حصل معاه وهي الحمد لله بتطلع عقله وبتتقبل الموضوع وبتكرر انها ما تفتنش عليهم وبننتقل بلمسة فانتازيا لعالم تاني موازي مع سام وهو في اصعب حالاته ورايح مقر الشركة بتاعت ابوه علشان ينتقل من اخوه اللي كان بيتنمر عليه فترة طفولته وكمان بيطلب من ارواح الشر تخنق كل اللي موجودين في المكان وما بيفضلش غربوه فبيكرر سام بكل وحشية يطلب من روح الطمع تغريه وتخلص عليه وفي المدرسة بنشوف انتقام بيلي من العائلين اللي كانوا بيضربوه هو وفريدي فبيلي ساعتها بيستخدم قوة الساحر شزام وبيدمر لهم العربية بتاعتهم وبياخد فريدي وبيوصلوا المكان معين علشان بيلي يجرب كل المهارات اللي عنده وفعلا بيقدر يستحمل قوة كبيرة وبيطلع نار من ايده وسرائته الغريبة وحرفيا بيعمل كل حاجة ما عاد انه يطير بعدها بيلي يفكر بطريقة مختلفة وقال فريدي ليه ما تظهرش القوة دي قدام الناس وفعلا بدأ يعمل كده زي مثلا كماشي وفضل يشحم موبايلات الناس بالطاقة اللي عنده ده غير كمية الفلوس الكتير اللي سحبها من المكانة وفي المدرسة نفس العيال المتنمرين بيسبتوا فريدي علشان يضربوه بس هو بيحذرهم ان صاحبه شزام البطل الخارق اللي بقى معروف في المدينة هيجي بكرة المدرسة معاه وهينتقم منهم كلهم بس عمتا تاني يوم مش بيحصل لان بيلي بيرفض يدخل معاه المدرسة وبيقرر انه يتحول لشزام وبيفضل يتصور مع المعجبين بتوعه وفي مرة من المرات لفت انتباهه عربية كبيرة كانت تقريبا هتخبط اخته ماري فبيجري باقصى سرعته وبيقدر انقذها على اخر لحظة وفضل يتكلم معاها وهي يعيني ما تعرفش ندى بيلي اخوها اللي متربي معاها في دار الايتام وقبل ما تفكر تسأله والحقيقة بتتكشف وبيمشي من المكان بسرعة وبعدها بيعمل تجمع مع الناس وبيعرض لهم المهارات السحرية اللي عنده والاجواء اللي كانت لطيفة على الاخر لحد ما فريدي بيوصل علشان يقطع عليهم اللحظة وبيقوله ان تخلى عنه في عاز مكان محتاجه بس بيلي ما كانش مركز لكلامه اصلا وفضل يعمل عروض سحرية علشان يعجب الناس وعن طريق الصدفة غصبة عنه كان يتسبب في موت ناس بريئة ملهاش زنب خالص وده بعد موقع الاوتوبيس بتاعهم بس قبل ما يوصلوا للارض قدر يمسكوا بكل طاقته وينقذ الناس دي كلها وفي الوقت ده الجميع كان في حالة زهول وبيحيوه كلهم معادة فريدي اللي كان واخد موقف منه لانه سابه في محنته وبدأ يتكبر عليه وتغرب حياة النجومية علشان كده فريدي بيقوله انت من طريق وانا من طريق وقبل ما بيلي يأمل اي حاجة سام بيجي علشان يخنقه وياخده بكل قويته المكان عالي في السماء وبيرميه من فوق وقبل ما يوصل بيلي للارض على اخر ثانية عرف طريقة الطيران اخيرا وانقذ نفسه بس بعدها سام بيطلع ربع قويته وبيهجم من جديد على بيلي اللي ما كانش قدامه حل غير انه يتعامل مع الظروف اللي قدامه ويهرب علشان يطلع باقل الخسائر وفعلا بيلي كان على وشك يموت على ايد سام لحد ما شغل دماغه وقال كلمة شازام ورجع لشخصية بيلي كطفل وهرب مع كل اللي موجودين وسام بيمسك في اخر حل قدامه وهو فريدي بعد ما شافه معاه في فيديوهاته اللي موجودة على النت وفعلا بيخنقه على امل انه يطلع منه بمعلومة عن مكان بيلي اللي كان مع اهله في الوقت ده وكانوا بيحاولوا يعالجوا الجروح والصدمات اللي اتعرض لها في وقته ليل جدا وبالصدفة روزة بتشوف في التلفزيون بيلي وكان بيستعرض مهاراته مع فريدي فبتتأكد ان اللي جوه ده هو البطل الخارج شازام وانه كدب عليهم ومعرفهمش الحقيقة برغم ان دارلا اخته عارفة كل حاجة ومتفع معاهم ما تتكلمش وتساعدهم بطريقة غير مباشرة بعدها لارا ويوجين ودارلا بيعرفوا بيلي ان الحقيقة تكشفت خلاص واللي جاي ما يطمنش خالص ولازم ياخد باله كويس جدا ويوجين بيدي سنة امل لبيلي لما بيعرفوا انه قدر يجمع معلومات من الورق بتاعه اللي ترمى في الزبالة اللي تاهت عنه من سنين طويلة ساعتها بيلي ما استحملش اكتر من كده وقرر يطير على هناك ويشوف امه وروزا وفيكتور حاولوا يلحقوه بعربيتهم على اخر لحظة ومعرفوش حجم الكارسة اللي مستنيه عيالهم في البيت وهي النسان بيدخل عليهم هناك واحتمال كبير جدا يأذيهم والنحية التانية بيلي نبضات قلبه بتزيد خصوصا بعد ما بيشوف امه حبيبة قلبه وكمان بيحضنها بس الصدمة انها بتمنعه وكمان بتعرفه ان يوم الحادثة لما تاه منها هي بالفعل قادرت تشوفه مع الزابط بس قررت تسيبه علشان مش حبل مصاريفه خصوصا انها مش متجوزة ومفيش اي مصدر داخل ليها وقبل ما الدمعة تنزل من عيون بيلي بيسيب لامه الهدية اللي اخدها منها وهو صغير وكمان بيودعها وبيمشي في منظر صعب جدا والمصائب لا تأتي فرادة لان فريدي بيصرخ في التليفون وبيطلب مساعدته وبعد ما بيلي سمع صوت سام جنبه بيقول شازام بصوت عالي وبيتحول وبيتير بسرعة البرق على هناك ولانه مش مستحمل اي ضرر يحصل لعيلته بيتفق مع سام انهم يصفوا حساباتهم في الكهف المهجور اللي دخلوا فيه قبل ما اجسامهم تتحول وعارفينه كويس جدا وهناك سام بيهدد بيلي ينسحب ويطلع روح شازام من جسمه وكمان الارواح الستة بتتجمع حواليه والموضوع بيتصعب اكتر واكتر لحد ما عيلة بيلي بتدخله وواحدة منهم بتضرب سام على دماغه بس للأسف مش بيحصل له حاجة والجرح بيرجع لطبيعته مرة تانية وسام بيظهر جزء من حقيقته وبيهجم على بيلي اللي حرفيا كان في موقف صعب جدا وما كانش حتى قادر يحمي نفسه وبالعافية بيهرب من الضربات السحرية وبتتصعب عليهم كلهم وبيتحبسوا في الكهف بعد ما روزا بتقفل باب الخروج في العالم بتاعهم فاتطر بيلي واخواته يفكروا بسرعة هيعملوا ايه لانه يجي نحاول يتصرف ويفتح الباب بس اتفاجئ بوحوش مرعبة فكان لازم يقفله قبل ما تحصل لهم كارسة فبيلي حاول يهدي نفسه وافتكر الحاجات السحرية اللي حصلت معاه في القطر قبل كده وهنا فرصته بقت احسن وقدر يوصلهم بالباب بس بيطلعوا في عالم ثالث مختلف تماما وساد بيزيد في غضبه وبتضاعف قوته علشان يرجع مرة تانية للعالم الجديد بس قبل ما يعمل حاجة شازام بيتحول لبيلي وللأسف بيطلع منه البرد فسام قدر يحدد مكانه بالزبط وبدأ يدمر كل الناس اللي موجودة في الملاهي فما فيش حل قدام بيلي غير انه يتجرق حبتين ويظهر بقوة شازام ويواجهه مهما حصل وفريدي بيلاحظ ان سبب قوة سام بتتمثل في الارواح الشريرة والعصاء السحرية اللي معاه واللي من غيرها ممكن يسيطروا عليه وفعلا اخت بيلي بدأت تستفز الارواح الشريرة علشان يطلعوا للمكان وشازام لما حاول ينتقم من واحد منهم للأسف ما ادرش فحاول يرجع لشخصية بيلي ويكسب وقت علشان يتصرف بس هو بيجري بيقع في بحيرة تلجية وسام بيخنقه تحت المية علشان يخلص عليه ساعتها ماري اخته بتفكر بطريقة مختلفة فبتحاول تساعد وبتدرب نار على سام بس على اخر لحظة قدر يمسك الرصاصة وبيلي استغل الوقت ده وتحول لشخصية شازام من جديد بس للأسف بعد ايه الارواح الشريرة سيطرت على عيلته وسام بيزيد في وحشيته بيهدد بقاتل درلا لو بيلي ما سمعش الكلام ومسك العصايا ورجع القوة لسام مرة تانية وفي عز ما قولنا الحكاية قفلت ومفيش حل تاني بيفجأنا شازام بفكرة عبقرية وهي ان عيلته كلها يمسكوا العصايا والقوة تتوزع عليهم ولما عملوا كده بيلي طلب منهم يحاربوا الارواح الشريرة وهو يتكفل بسام بس يعني مش بسهولة كده لانهم فضلوا يتيروا في المدينة وحصل كمية دمار رهيبة ولسه الغاية دلوقتي بقية عيلته مش عارفين يتصرفوا مع الارواح الشريرة اللي دمروا الملاهي وكانوا على وشك يقتله واحدة بنت لحتم ادار له على اخر لحظة وبتقدر تستخدم قوتها الجديدة وبتنقذ البنت من الموت وفريدي بيطلع طيب وبيمسك عجلة الملاهي قبل ما تقع وبيقدر ينقذ الناس اللي فيها ولما بنركز شوية بنعرف انهم الاتنين اللي كانوا بيتنمروا عليه قبل كده وشازام بيركزه وكمان وبيقرر يلعب اخر كرت ممكن يتعمل وهو ان ينقذ روح الطمع اللي جوه سام ويحاول ان يطلعها بر جسمه ولو بشكل مؤقت وفعلا قدر يخلص عليها واول ما بتموت قدر يمسك سام ويطلع مصدر قوته واللي هي البلورة السحرية اللي موجودة في عينه واول ما بيعمل كده الارواح الشريرة كلها بتتبخر وكل الناس اللي موجودين فضلوا يحيوا بيلي وعيلته على المجهود العظيم اللي اتعمل وبيلي بيرجع البلورة السحرية للكهف واول ما بيعمل كده الارواح الشريرة بتتحول لتمثيل وبترجع لاصلها مرة تانية والاجواء رجعت لطبيعتها من جديد وبيلي عاش حياة جميلة جدا مع عائلته في دار الايتام وبيقرر بيلي يصلح غلطة عملها قبل كده وهي انه يروح المدرسة واعترف للجميع ان فريدي اعز صحابه ومستحيل يتخلى عنه مهما حصل وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلوكم كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام